موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى النشرة الجوية المرتقبة خلال هذه الليلة وصابحة الغد إذن أجواء مستقرة وصافية إلى مغشات جزئيا على المناطق الشمالية من الوطن احتمال سقوط زخط من الأمطار خلال هذه الظاهرة على السواحل الوسطى إذن درجات الحرارة خلال هذه الليلة بإذن الله منخفضة دائما خاصة من المناطق الداخلية حيث تصل إلى ثلاث درجات تحت الصفر على المرتفعات الأوراس على سطيف باتنا برج بورريش درجة واحدة تحت الصفر على البيراتيزي والزول منيعة نسجل درجتين تحت الصفر أيضا بكل منتلمسان على تيرت والبيض أربع درجات على منطقة الغوات نسجل صفر درجة على الخطرة بين مناطق الصورة إلى منطقة الواحد بورق لوحسن سعود نسجل ثلاث درجات بإليزي وجانية خمس درجات بوسطة الصحر على عين صالح ست درجات على منطقة أدرار خمس درجات نسجلها بمنطقة تندوف سبع درجات بتمرس 11 درجة بأقصى الجنوب الجزائري إذن فيما يخص حالة الطقس غدا بإذن الله إذن اضطراب جوي ضعيف الفعالية تشاده المناطق الشمالية الوسطى غدا نبي حول الله لكن اضطراب الجوي نشيط الفعالية سيمس المناطق الشمالية ابتداء من يوم الأحد إلى غاية الأسبوع القادم بإذن الله إذن سماء صافية ومستقرة على باقي ولايات الشمال حتى على بعض المناطق الجنوبية سماء مغشات جزئيا بمنطقة الواحات وسط الصحراء كذلك على مرتفعات الهجار والتاصلي ومنطقة إليزي تبقى الأجواء مستقرة وصافية على باقي ولايات الجنوب لما يخص درجات الحرارة المسجلة خلال الظاهرة بإذن الله إذن ستصل إلى 15 درجة بير الجزائر العاصمة بمرداد ستيبازا 16 درجة على كل سواحل الغربية والشرقية كعنباط طرف القالة حتى لوهران مصر عن ملغاية بنصاف 20 درجة بمنطقة تندوف 21 درجة على منطقة تيميمون إلى عين صالح 22 درجة بإليزي 21 بجانة 22 درجة على تمنى 19 درجة نسجيلها على كل منوات سوفورق لحاسم 18 درجة على شمال الصحراء إلى مناطق الهضابة العليا الشرقية والوسطة 31 درجة كأعلى مقياس بأقصى الجنوب الجزائر على برج باج مختار وعين قزم حالة البحر إذن غدا بإذن الله سيكون البحر مضطرب محليا بأسواحل الغربية إذن بفعل رياح قوية نوع المطسس سرعة 41 كم في الساعة بلنسبة للسواحل الوسطى والشرقية سرعة الرياح لن تتعدى 30 كم في الساعة اختمنا شركة العادة بها المعلومات الفلكية لوق شروق وغروب الشمس بها الجزائر العاصمة وضواحية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء